تسرب المياه الملوثة بالإشعاع من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط الهادي يقلق ويحرك الحكومة اليابانية يحدث هذا بعد أن أعلنت شركة توكيو للطاقة الكهربائية المشغلة للمحطة ومن خلال هذا الفيديو المصور أعلنت عن تسرب المياه المشعة إلى المحيط منذ حوالي عامين دون أن تكشف عن أسبابها رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي صرح قائلنا هي مسألة ملحة تتطلب من التصرف بسرعة لا يمكن لشركة تيبكو تحمل كامل المسئولية لوحدها بل يجب أن يكون هذا على المستوى الوطني محطة فوكوشيما النووية كانت قد تضررت في عام 2011 بعد زلزان ومد بحري ما أدى إلى توقف مفاعلتها النووية